الألانين أمينو ترانس فريز or ALT في الفيديو ده هنتكلم على كل المعلومات الخاصة بإنزيم الألانين أمينو ترانس فريز وهو عبارة عن إنزيم بنقيسه كواحد من الليبر فانكشن تس الابريفيشن قبل كده كان له اسم قديم بنسميه السيرم جولوتاميك بايروفيك ترانس أمينيز وبنختصره بـ SGBT الاس اللي هي السيرم والجي بي تي اللي هو الجولوتاميك بايروفيك ترانس أمينيز وما زالت بعض المعامل بتستخدم الاسم القديم إلى الآن سبيسمين أو العينة اللي بناخدها هي عينة السيرم بنجمعها فيه الريد توب تيو اللي ما بيبقاش فيها أي أديتب وياس الالي تي ما بيحتاجش فاستينج أو سيام قبل ما ناخد عينة الدم وهنا بيبقى فيه معلومة مهمة بالنسبة للمريض لأن كل المرضى اللي بيبقى عندهم دايما بيبقى عندهم وبالتالي لازم تاخد بالك وانت بتاخد عينة الدم لما يبقاش فيه نزيف وكمان بتوجه المريض أنه هو يضغط على مكان سحب عينة الدم لفترة أطول الريفرانس فاليو في النيوبورد بيبقى من سيرتين إلى فورتي فايف انترناشنال يونت بير ليتر وهو أعلى ليفل بيبقى موجود فيه النيوبورد في الأدلت الميل بيبقى أعلى من الفيميل في الميل بتبقى من تين تو فورتي بينما فيه الفيميل بتبدأ من فور تو سيرتي سيكس انترناشنال يونت في حالات الالدرلي بيبقى الالت سلايتلي هاير ذان الأدلت باليو الميثد أوب موجرمنت بنقيسه عن طريق سبيكترو فوتوميتري الالت بيبقى لوكيتد بهاي كونسنتريشن في الهيباتيك سايتو سول منطقة داخل السايتو بلازم بتسميها السايتو سول بتبقى كلير من الأورجنيل الموجودة في السايتو بلازم والإيه اللي تيبقى موجود بهاي كونسنتريشن لأنه له دور في البروتين علشان كده بنلاقي تركيز الانزايم بيبقى عالي جدا بينما في البلازم بنلاقي الكنسنتريشن بتاعه بيبقى قليل والنورمال فاليو اف إيه اللي تيه الموجودة في البلازم بتظهر نتيجة للنورمال سل تيرنوفر بمعنى التكسير الطبيعي للخلايا داخل الليفر اللي احنا بنسميه النورمال ويرند تير أو نورمال تيرنوفر للخلايا الخلايا دي اما بتتكسر بعدد قليل بشكل طبيعي بيخرج الالي تيه من الليفر وبيوصل للبلازمة وبيدينا النورمال ليفر اللي هو بيبقى منخفض جدا بالنسبة للتركيز العالي الموجود داخل الليفر علشان كده الالي تيه بيخرج للبلازمة عن طريق الهيباتيك انجري او الهيباتيك ديزيز اي ديزيز يأثر على الهيباتيك سل بمعنى انه هو بيعمل لها دامج او انجري فبالتالي بيؤدي للليكتج او الرليز للالي تيه من الهيباتي سايد وبيوصل للبلازمة علشان كده الالي تيه احنا بنسميه لكتج انزاين بمعنى ان السل ممبرين لو اتفتح او بحصل له انجري على طول بيبتدي يطلع الانزيم للبلازمة بيهرب من الخلايا المتكسرة وبيوصل للبلازمة علشان كده بنسميه لكتج انزاين كمان الايه اللي تيه بنسميه هباتيك انجري انزاين بمعنى انه هو بيدينا انديكيشن على كمية الانجري الموجودة في الهيباتي سايد لو كمية الانجري بسيطة يبقى الزيادة في البلازمة تبقى بسيطة ولكن لو كمية الانجري او التكسير في الهيباتي سايد كبيرة وبالتالي بيزيد في الدم بكمية كبيرة علشان كده احنا بنغطو مؤشر لهيه الهيباتيك انجري وعشان كده بنسميه بالاضافة للانجري والدستركشن للهيباتي سايد اللي بيؤدي ليه الانجريز الالت level في البلازما كمان اي change في cell membrane permeability of hepatocyte زي ما بيحصل في حالات swollen hepatocyte due to fatty change زي في حالات الكبد الدهني الخلالية بتبقى field with fat علشان كده بيحصل لها swollen وبالتالي بيحصل stretching للسيل membrane وعلشان كده cell membrane permeability بيحصل لها change وبالتالي الالت كمان بيحصل له leakage وبيوصل للبلازما ولكن الزيادة في الالت في البلازما في حالات fat change بتبقى أقل من الهيباتيك انج ونتيجة لان معظم الالت اللي بيحصل في الالت بيبقى سبب بمعنى ان احنا بنستخدم الالت كمؤشر sensitive و specific specific لانه موجود high concentration في الهيباتو سايت اعلى من باقي الارجن الموجودة في الجسم علشان كده ما بيزيد على طول بنشكر ان فيه مشكلة داخل اللبا sensitive لان الكمية بتاعته الموجودة في البلازما بتدينا indication على عدد الخلالة اللي حصل لها destruction او injury كل ما يزيد عدد الخلالة اللي حصل لها destruction بيزيد level of ALT في البلود علشان كده احنا نسميه sensitive بمعنى ان هو بيدينا indication على كمية الخلالة اللي حصل لها destruction داخل الليبر وزي ما احنا شايفين بيلاقي لو حصل opening لسيل ممبرين كل الانزايم بيوصل للبلازما وعلشان كده سامناه leakage enzyme ALT used to identify hepatocellular disease زي ما قلنا لو زاد يبقى فيه مشكلة داخل الليبر علشان كده سامناه for identification الحاجة الثانية سامناه كaccurate monitor of improvement or worsening of hepatic disease بمعنى ان احنا بنقيس ال ALT بعد العلاج وبنستخدمه كمؤشر لتحسن حالة الكبد لو قل او بنستخدمه كمؤشر لـ worsening او سوق حالة الكبد لو فضل زايد ومنزلش بعد العلاج كمان بنستخدم ال ALT للتفرقة في الجوندست الpatient اللي بيبقى عندهم جوندست او صفرة لو في زيادة في ال ALT ده بيدينا indication من سبب الجوندست liver disease وليس red blood cell hemolysis علشان كده ال ALT بيستخدم في التفرقة في different type of jondis كمان احنا بنستخدمه في ال blood bank علشان نكتشف الهيباطايتس في عينة الدم اللي بناخدها من المتبرعين اي عينة فيها زيادة في مستوى ال ALT عن المستوى الطبيعي مرة ونصف بيحصل لها rejection لانها بتدينا indication ان فيه هيباطايتس وممكن يكون فيها viral hepatitis وعلشان كده العينة بيحصل لها rejection لان ال ALT بيرتفع بشكل سريع اسرع من المؤشرات الاخرى لالهيباتيك ديس فانكشن الانتربريتيشن ال ALT انزايم بيزيد فيه البلازمة نتيجة للانجري او الديزيز لكل الارجن اللي بتحتوي على ال ALT بداية من الليفر او الهارت او السكليتال مصر لان اي تكسير بيعمل release this enzyme into bloodstream وبالتالي بيزود مستوى ال ALT في البلازمة وبنقسم الاسباب اللي بتزود ال ALT في البلازمة على حسب مقدار زيادة اول مجموعة من الاسباب بتعمل significantly increased level of ALT in the plasma زي في حالات الهيباطايتس الهيباتيك نيكروزيس والهيباتيك اسكيمي الليفر بتحتوي على هاي كونسنتريشا من ال ALT علشان كده اي ديزيز او انجري فيها بيدينا significantly increased level الاسباب اللي بتؤدي لي moderately increased level of ALT زي حالات السيروزيس الهيباتيك تيومر الهيباتو توكسيك دراجز الكوليستاسيز and obstructive jaundice الفاتي ليبر وكمان traumatostriated muscle كلها causes بتؤدي لي moderate amount من destruction وبالتالي بتدينا moderate increase of ALT في البلازمة كمان destruction لإلسترياتيد مثل بيدينا moderate increase لإن الكونسنتريشا فيها ما بيبقاش عالي زي الليفر الاسباب اللي بتؤدي لي mildly increased level of ALT زي حالات المايسايتس المايوكاردال انفارشن وحالات البانكرياتايلس أثناء إياس level of ALT بيبقى في مجموعة من interfering factors بمعنى ان هي factors بتزود ال ALT وبالتالي بتتعارض مع التشخيص لل liver dysfunction وهي previous intramuscular injection which may cause elevated level الحاجة التانية وهي drugs that may cause increased ال ALT زي الأسيتام منوفين الanticonvulsant أو الكورتيكوسترويد بيبقى في مجموعة كبيرة جدا من الدراجز بتأثر على ال liver ويتزود ال ALT الدراجز دي إما بتعمل destruction لل liver وبالتالي بتزود الإنزيم أو بتعمل كل stasis داخل ال liver وبتؤدي لل increase of ALT علشان كده همسميها interfering factor لأنها بتزود ال ALT ولكن ما بيبقاش لسبب مشكلة داخل ال liver ال ALT زي ما قلنا هو واحد من ال liver profile عشان نكتشف liver disease بنقيس مجموعة من ال enzymes بنسميها related test زي ال aspartate aminotransferase الجاما glutamyl transbeptidase alkaline phosphatase five nucleotidase karyatine kinase lactic dehydrogenase leucine aminopeptidase ALT measurement بنقيس انزيم ال ALT عن طريق ال spectrophotometry باستخدام الكيتس زي اللي موجودة قدامنا دي بنقيس ال ALT enzyme عن طريق ال kinetic acid c method بمعنى ان التفاعل بيتم وبيحصل increase في ال absorbance with time علشان كده احنا بنعمل measurement لل absorbance اكتر من مرة وفي حالة manual method of ALT measurement بنعمل mix and after 60 seconds incubation at 37 degrees بعد كده بنعمل ل changes of absorbance per minute لمدة 180 second وده بيتم عند wave length 340 و change of absorbance بنسميها delta A delta اللي هو change في ال absorbance بعد كده بنعمل المعادلة activity of sample بتساوي delta of absorbance per minute multiplied by 1746 وده عبارة عن constant ده زي ما قلنا لو انت بتشتغل طريقة manual ولكن لو الجهاز بيبقى automated بيحسب delta absorbance وبيضرب في الفاكتور وبيطلع لك النتيجة جاهزة وبالتالي احنا اتكلمنا على كل المعلومات الخاصة بال ALT enzyme ال ALT عبارة عن one of liver function test ال ALT بيبقى more specific لل liver function ال high concentration بيبقى موجود لل liver يلي بقى الأرغان منهم الكدني الريفرنس range of ALT from 4 to 40 measured in serum sample ال ALT بيحصل له elevation in liver diseases الريفرنس 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 الريفرنس